عندي النقطة بتاعي العمل التطوعي. اولا حس المسئولية. دي النقطة رقم اتنين اللي بستفادها من حياة الجامعية. حس المسئولية. بتقومي ولازم تطبق سريرك يا حلوة. لو انت قاعدة فيورت. انتو الجامعات بتاعكم بتدرس تركي ولا بتدرس انجليزي? تركي. تركي. تمام. لو انت قاعدة فيورتها هتبص تلاقي الهيسة ما شاء الله. ده لو في يا ميك يا. لو فيه اكل بيتقدم بقى ما شاء الله. فانت هتعتمد على نفسك في الترويق فيه الغسيل ذات نفسه. ولو انت زي ما قاعدت فيورت بتستني الدور ولازم يبقى في وقت معين وحاجة معينة والكصة دي. تعليم النظام. انضباط. اه حس المسئولية. حس الاعتماد على النفس بره اطار ماما وكذا واعمل ايه وتروح يتلاقي الحاجة جاهزة. طيب. النقطة رقم اتنين. اه نقطة العمل التطوعي. انا عايزة اقول لكم اجمل. يعني تكوين لشخصية البنت في الجامعة. المشاركة في الجنة الثقافية والاجتماعية والعمل التطوعي. احنا ما بنقولش يعني تعيش كده. اه حلو. حلو مالو ان انا زاكر واجيب تقدير وده احنا يعني ده شيء اساسي. بس انتوا عارفين اني خليدكو هالق مع التعليم الموازي. يعني انا اجيب افضل فترات العمر. افضل لحظات العمر يا فترة الجامعة. واجي اقولك انكب بس عالمزوعة. فين يا بنت حياتك? فينتك وين شخصيتك والكاركتر بتاعك? فين ان انا اروح يبقى عندي مهارات تواصل مع الاخر وبعرف اعبر عن نفسي نبكس هواب من دلوقتي. وهز احباتك هو تعليمي فيهم بدل ما اطلع برا اطار الجامعة بعد كده. وتروحي بقى برا اطار الجامعة لسه الحياة وتقشي تتصدمي بقى عائلة وعريس وبتاعه هواب مش عارف اعبر عن نفسي. من لجواء. تمان انت عندك حياة كاملة متكاملة. عبارة عن نفسك وتعرف يبقى عندك مهارات اجتماعية ومهارات تواصل. وازاي يعطي الاخر وازاي جازدها ده مهم جد. لكن كون ان انا بقى اقتصر حياتي الواحدة غلط. انا مش عايزين كده. انا عايزة جامعة وانت فيها. وانت في اجمل سنين عمرك دي. عارفة كده موزنة الوقت. احنا دايما انا ما بنجي ندي مسلا تخطيط. وخصوصا في فترة بتاعة الجامعة دي. نعمل ايه? اقول ك ايه? حطيلك مستهدف طلت شهور. حط وبعد المستهدف طلتلت شهور ده هتيعلي التربي الاول راح. بعدين التربي على الاقل فيه ايه في انت او اتنين في كل تربي. على الاقل فيه عمل تطوع في كل زي انت مشاركة فيه. على الاقل انت عندك دايرة من الصحاب. ودايرة من الاصدقاء. ودايرة من المعارف. وبعدين عندك الانتمتين تلاتة اللي بنقعد للك لك معاهم. يعني لازم ده. لكن اطلع من جامعة ويصاب علي جدا وتجي لي بنوتو مسلا تقولي يا دكتور انا خريجي تساني الفاتو من ساعة ما اتخرجته. انا الواحد تماما لحد بيرن علي ولا انا بيردن على حد ولا حد بيسأل علي ولا كانت لي يا بنتي فين الصحبة طيب? فين الشلة اللي كانت موجود? ما فيش. ما كانوش. لا دي فرصة. ونتعلم مش عيب نعمل لكم مرة دورة واتنين وتلاتة ان شاء الله يا رب لو ربنا احيانا. نعمل لكم ازاي? نعمل دورة تواصل واتصال. يعني في فرق الشاسع بالاتنين. نعمل دورة تواصل ودورة اتصال. ونعمل ورش وكل واحدة تطلع تقول تمسك الماك وتطلع تقول بحيس ان احنا يبقى عندنا. عندنا المهارات اجتماعية امت اتكلم? آآ فن الرد. آآ في بقى كمان مش فن الرد احنا كحريم لازم نتعلم فن الردود المسكتة. الله. يعني انا الناس كتن اللي قدامنا. ازاي ان نصل لمرحلة اسكات الغير. آآ فن ردود المسكتة بالادب وبالزوق وبالاحترام. آآ ازاي ان انا مثلا اعرف احل مشكلة واطلع فيها مش خسران. اطلع ايه وين توين. انت كسبان وانا كسبان. لا تتعديني ولا عديك. اعمل ازاي تفاوض في امر. ازاي وانا اقدر استغنى عنه وانا. ومن فنون التفاوض ان انا حط مسلا شروط تعجزيه عشان لو تم رفضها بقى امشك على الشروط الصحيحة. كل الكلام ده ده كل ده ده رازم تعلمه. فتر الجامعة فرصة لسقل المهارات واخد دورات موزي. انا بقول كده سواء علم الادارة ولا علم التنمية الزاتية ولا الكلام ده انت محتاجة. ومحتاجة انك تتعرف. مش عشان بس بعد كده قولك المسابل بقى وجوزها وعيالها ومال اوكيه تمام على الراس لكن ليك انت كمان. انت بنا اجمى ليك شخصية مستقلة ليك كيان تعرفي تتحط في اي مكان. اعرف رد واعرف الكلم وده مهم جدا. يا بنات. كل اللي انا بقوله ده. اه يعني. بصوا كل اللي انا بنقوله ده ده اخد بقى اسباب وحاجات تنفعنا في الدنيا.